عزلت الأجهزة المختصة جزء من لواء السويمي وبعض الأجزاء من منطقة الكرامة في لواء الشونة الجنوبية كما قامت بعزل ثمانية منازل وبناية مكونة من عشر شقق بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في المدينة وغور الصافي والمزاري الجنوبي محافظ الكرك ورئيس اللجنة التنفيذية بلال لنسور قال في تصريح لرؤية إن فرق التقصي الوبائي تواصل عملها في سحب العينات للمخالطين مؤكدا أنه سيتم تشديد الإجراءات وتطبيق أوامر الدفاع على المخالفين من قبل لجاني السلامة العامة مدير مستشفى الكرك الحكومية دكتور معاذ المعيطة قال بدوره إنه ومع بدء ظهور إصابات في كورونا في المحافظة قبل يومين تم وضع خطة عمل شمولية بما يضمن مضاعفة الجهود ورفع القدرة الافتعابية والعمل بحرفية ومهنية عالية تحت أيدي فنيين مدربي كان هناك خطة عمل في حال إنه كان في إصابات وبتعرف أنت خلال يومين يعني ظهرت إصابات في محافظة الكرك هون تضاعف عمل مختبر البي سي آر يعني في مستشفى الكرك الحكومي وكان ضمن الاتفاق بينه وبين الدكتور أو مدير الشؤون الصحي في محافظة الكرك وعطفة محافظة الكرك أنه يعني الحالات المخالطة المستعجلة يعني اللي احنا من حاجة إلى ظهور نتيجتها خلال نفس اليوم أنه يتم تحويل العينات إلى مستشفى الكرك الحكومي مخترار البي سي آر والقسم الآخر من العينات يحول إلى المختبر المركزي في عمان ننتظر بالنتائج اللي تم أخذها واللي وصل عدد التقصي فيها يوم أمس لغاية يوم أمس حوالي الألف ومئتين عينة غير ما تم سحبه سابقا الآن ما زالت فرق التقصي تعمل في الميدان وتبذل جهودها الكبيرة لمحاولة حصر الانتشار الجاري وأيضا أود إشارة لنقطة مهمة جدا هو قيام قواتنا المسلحة الباسلة حال صدور القرار بعزل منطقة غور الصافي باتخاذ كافة الإجراءات ضمن الخطة التنفيذية التي وضعت لهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر